النفق الموادي في فتحة منه إلى بيت أحمد غندور قائد فرقة غزة في كتائب القسام اليوم تحت تصوير الجيش الإسرائيلي وجد هؤلاء الذين دخلوا عبر عيالان رفاة جنديين ثم ثلاثة جنود آخرين حسب رواية الجيش الإسرائيلي فهذا بئر متصل بنفق يتصل بفتحة ببيت أحمد غندور وجدوا فيه رفاة كل من الجنود زيف دادو ورون شيرمان ونيك بيسير وإدن زكريا وآليا طوليدانو ويظهر أن البئر استحدث لهذا الغرض أي مقابر لا يعبث بها أحد لهؤلاء المتوفين من اليهود إلى حين تبادل الأسرى وتبادل الرفاة لم يظهر الإسرائيلي ما يفيد كلامه رغم أن بعض الرفاة لآخرين من المدنيين أخذ وقتا كبيرا لضبط الأذيان وغيرها والتحليلات المصاحبة لكن لأنهم جنود لديهم هذه الأمور في الداتا ولذلك فتحديدهم يظهر سريعا جدا والكشف عن الموت من الجنود الأسرى يزيد من القول أن جيش إسرائيل ضحى بأسراه وما بقي منهم أيضا أهلا وسهلا في حلقة جديدة من أسرار شرق وسطية هناك اليوم موجة إسرائيلية يتأكد معها أننا أمام صورة من التضحية هذه التضحية التضحية بالأسرار وواقع الحال أن الجيش الإسرائيلي اليوم لا يأخذ بعين الاعتبار أسراه من الجنود الإسرائيليين خصوصا من الجنود مسألة الحسم في قضية الجيش الإسرائيلي بالنسبة لأسرار لدى كتائب القسم وباقي الفصائل أصبحت محسومة إذ الأمر اليوم دينيا وأيضا هناك تأثير إعلامي قوي بل هناك من الذين قتلوا أيضا برصاص الجيش الإسرائيلي أم دعت من هؤلاء الذين قتلوا إلى عدم التوجس وإطلاق النار كما يرغب الجندي تماما حسب ظرفه النفسي وظرفه التكتيكي وهذا معناه أن الوضعية اليوم وضعية صعبة لسبب رئيس لأننا نتحدث اليوم عن الصدمة القبرى الصدمة القبرى أن هناك خمسة عشر جنديا قتل في 24 ساعة وهناك خمسة جنود رفات خمسة جنود أيضا من الأسرار لدى حماس وجد رفاتهم كما ذكرت في وقت سابق فإن ما سمي بحاجة العشرين اليوم تحققت أن العشرين جنديا إسرائيليا وسيتحدث هيرتسوق اليوم تحدث هيرتسوق بعد وصول الحصيل إلى خمستاشر وخمسة أي نتحدث عن العشرين جنديا ما بين قتيل في 24 ساعة وما بين خمسة وصل إليهم الجيش الإسرائيلي وصل إلى رفاتهم إذن عمامنا هذا السقف الذي حدد في وقت سابق لهذا فالجيش الإسرائيلي يسعى إلى ضبط الجرعات مع هؤلاء الذين يعتقدون اليوم بتسليمهم للجيش الإسرائيلي القيادة وأيضا القرار فهذا أمر محسوم إذن لذلك فنقل بشكل واضح جدا قضية مقتل الأسر الثلاثة إذن كان واضحا أنه يمكن تجاوز هذه القصة إلى ما بعد لكنه فضل كشفها من أجل وضع المجتمع الإسرائيلي في ضرطية جديدة ضرطية حرب عميقة الآن يتحدث نيتنياهو والرئيس الرئيس من جاة أولى يرفض العودة إلى السادس من أكتوبر وقضية الانقسام إذن الحرب يجب أن توحد الشعب الإسرائيلي وتوحد إسرائيل إذن هذه زاوية أولى الزاوية الثانية أن نيتنياهو يقول بالحرف بتعميق حرب غزة وهذا معناه أن القرار صدر وأن هذه العملية فيها إجماع خصوصا وأن اليمين اليوم هو الصوت الطاغي إلى حدود هذه اللحظة إذن قضية تسقيف العشرين جنديا أصلح اليوم أمرا واقعا وتحدثا كما ذكرت رئيس إسرائيل وتحدث الوزير الأول الإسرائيلي ذي السلطة التنفيذية وفي الحالتين الأول يدعو إلى الوحدة والثاني يدعو إلى المزيد من تعميق الحرب وتوسيعها أيضا المسألة الثالثة أن اليوم لا أحد يتحدث سوى عن إعادة احتلال غزة فمسألة كل المشاريع الأخرى بالنسبة للأصدقاء بين قوسين ومقصود منهم الأمريكيون على وجه التحديد هذا أمر انتهى وبالتالي فما يجري الآن هو محاولة لتقليل ما سمي بردود الفعل الأمريكية فقط لم يهتم الآن الأمريكي إلا لما يسميه بالشرعية الدولية في إحدى الأوقات لكنه تراجع عنها وترك للإسرائيلي ما يرغب فيه ثاني مسألة أن رد فعل محور المقاومة وبعد الذي أراده الآن الوزير الأمريكي وزير الدفاع الأمريكي هذا كله من أجل إعلان أن هناك تحالفا اليوم إلى جانب أمريكا وإلى جانب إسرائيل وأن هذه الحرب ليست ضد إسرائيل وإنما ضد التجارة الدولية وكما قال تماماً الناطق الرسمي باسم البنتاجون وتساءل إن كانت لديهم عيون كبيرة طرى ما لا يستطيعون هضمه لأن الأمر يتعلق بمليارات مليارات الدولارات إذن هنا العصب الحقيقي الأمر يتعلق باقتصاد يتجاوز الأمطار أو الكولومترات بالنسبة لغزة مثلاً قضية الأرض لكن بالنسبة لاتجاه الآخر الأمر يتعلق بمليارات مليارات الدولارات حسب نفس ما قال برحاب إذن هنا نتحدث مباشرة عن مناطحة القوى الكبرى وأن هذه العملية اليوم لن يستسيغها الكثيرون وهذا الذي حدث أن وزير الدفاع مثلاً الأمريكي عمل على فيديو كونفرنس وأوضح بشكل مباشر أن أمريكا هي التي تحارب الآن وتحارب أيضاً إذن هذه نقطة جوهرية إذ العملية الآن هي عملية أمريكية بيد إسرائيلية وأن ضوء الأخضر لمواصلة الحرب أتى من الأمريكيين والأمريكيون هم الذين اليوم يرغبون في مواصلة هذه الحرب وأن إعادة احتلال غزة الآن قرار أمريكي حسمه البنطاجون وأصبح يرى الأمر كذلك والخلاف الذي كان في وزارة الخارجية بعض الخلافات في وزارة الدفاع كل هذا حاول أن يقضي عليه بيدن فيما من الاتجاه الآخر هناك تسوية إذن مسألة أن يتجاوز في الأيام القادمة ثلاثين قتيلاً إسرائيلية وأن تعلن هذه المحصرة وأن يقتل أيضاً المدني فهذا أمر أيضاً تجوز والمدني من أسرى حماس هذا معناه أن الكل الآن يمكن أن يكون ضحية هذه الحرب وهذه الحرب إسرائيل ضحت بجزء من جنودها وأيضاً من مدنيها بقرار من الجيش الإسرائيلي ومن أغلب المجتمعات الإسرائيلية خصوصاً عندما نذكر أن أماً قتل ابنها وهي مع الجيش الإسرائيلي الآن هذا تطور استثنائي في المستويات التي يتحدث بها الإسرائيلي اليوم وهو يرى أن وضوح العملية حالياً أكبر بكثير مما يمكن اليوم الحسم فيه فمسألة الأسرى حسمت ومسألة الأربعين أو غيرها مسألة تجوزت بشكل كامل وفي واقع الحال اليوم فإن إسرائيل تبحث عن جثثها من الأسرى ولا تبحث عن أسرى أحياء وهذا هو التطور الرئيس الذي تأكد الآن مع أكثر من إشارة للرئيس للوزير الأول وأيضاً لباقي هذه الحكومة وسكت نبيد بشكل نهائي لأن الولايات المتعدة الأمريكية ليست معه على الخط ومواصلة العملية الآن باتجاه السحق الجاري في خان يونس يريد الأمريكيون وصوله إلى نهايته إذن الأمر هنا حسم مع بايدن وليس مع طرف آخر هذا هو التطور الاستثنائي الذي يجعل أيضاً من زلزال سيصيب كامب ديفيد وأيضاً منطقة جيم الآن من كامب ديفيد بعودة الجيش المصري إلى المنطقة باء وترك جيم من دون تواجد لهذا الجيش إذن هذه التطورات قد تغير الخرائط بشكل نهائي وقد تهدد أيضاً بتخيير أنظمة في المنطقة هذا هو المحتمل الآن لأن اللعبة المخيفة اليوم عند البعض أن ما بعد حماس هناك جيش مصري يجب أيضاً أن يفرط عقده هذا بالنسبة للمتخوفين وبالنسبة لستراتيجية الدول فإن مصر الآن تستطيع أن تضحي بجزء من سنة كي لا يصل إلى السويس وما دام أنهم يرغبون في اللعب على هذه الحرية في قلب باب المندم فهم أيضاً وكما قال وزير الدفاع فهذا كله سيسري على باقي المنافذ وهذا يعني أن السويس مستقبلاً وسيادة مصر على السويس فيها نظر هذا الذي يتأكد الآن لأن الجدار الدفاعي الرئيس لمصر في سنة وأيضاً في السويس يسحق الآن في كتايرز والمقاومة حالياً هي تقاوم من أجل الأمن القومي المصري بنسبة تتعدى الثمانين في المائة شكراً جزيلاً وإلى اللقاء